أنا مسيحي، المسيحية هي الحق، الإله يتحدث إلي الإله في المسيحية إله حقيقي، الإله في الإسلام غير حقيقي لا يوجد رسول خاتم، لا يمكن أن يكون رسولك مرسل من الله يسوع المسيح هو الحق، بإمكان أي شخص أن يشعر بالروح قريبة يحترق جسدك عندما تظهر الروح، يتحدث الرب إليك فتدرك ذلك تصبح يداك باردة كالثلج، ثم تبدأ السماع للرب وأما متى جاء ذلك؟ روح الحق عندما تتعارض آيتان مع بعضهم البعض يوضح ذلك مدى محدوديته الشخص محدود القدرات الذي ينتظر الأوامر لا يمكن أن يكون إلها ماذا تفعل في حياتك؟ تعمل أم تدرس؟ أدرس بجامعة إسطنبول التقنية حسناً بما تؤمن؟ أنا مسيحي هل نشأت مسيحياً؟ لقد تحولت إلى المسيحية استغرقت وقتاً طويلاً لأقرر في المدرسة الثانوية كنت معجباً بفتاة لكن موتها جعلني أحقق وبعد ذلك قررت اعتناق المسيحية ثم رأيت وتقبلت الرب ما الذي افتقدته في الإسلام ووجدته في المسيحية؟ الإله في المسيحية إله حقيقي أعتقد أن الإله في الإسلام غير حقيقي بعد التحول إلى المسيحية بدأت التحدث إلى الرب ورأيت الرب يجيبني عندما نكون في مشكلة نتحدث ثم نصلي عند قراءة الكتاب المقدس تجد كلمات بعد ذلك تدرك أنها رسالة إلهية قد يبدو ذلك غريباً لكنه حقيقي لأن الرب يتواصل مع عباده لكنني لم أرى ذلك في الإسلام لنفترض أنني أعاني من مشكلة لأسبوع ويحدث ذلك بشكل متكرر في حياتي أصلي للرب لحل مشكلتي فيظهر الحل في قداس الأحد يمكنك تسميته مصادفة لكني أرى أن الله يتحدث معي هل ترى ذلك دليلاً؟ على سبيل المثال يمكنني القول أيضاً أنني أرى رسائل الله إلي في الإسلام وأرى توفيق الله لي أيضاً في حياتي وأشعر أيضاً أن تلك الأمور ليست مصادفة يمكننا جميعاً أن نشعر به هل هذا دليل كافي لتغيير دينك؟ قطعاً لا يوجد دليل علمي لكن هذا الدليل هو دليل شخصي لقد جربت ذلك وكان ذلك من أسباب تحولي للمسيحية بالنسبة لي أكدت التجربة اعتقادي لا أظن أن رسولك مختار من الرب لا أظن أنه رسول من الرب الفكرة الرئيسية هي أن يسوع المسيح هو الحق سأسألك بعض الأسئلة لقد درست الإنجيل أيضاً هل يمكنك أن تذكر آية واحدة ذكر فيها المسيح عليه الصلاة والسلام أنه هو الله؟ لا توجد كلمة مباشرة لها ولكن هناك العديد من المؤشرات إلا المسيح تستمد منها ذلك عندما أقرأ الإنجيل كباحث حقيقي لا أستطيع التفكير في كلمة من المسيح نفسه ثم من سيقنعني لأنني أرى الكثير من المعلومات في فصول الكتاب المقدس تشير إلى أن يسوع المسيح رسول من الله عند إذن أقول أؤمن بالمسيح صلى الله عليه وسلم أيضاً يجب على المسلم أن يحب ويؤمن بالمسيح صلى الله عليه وسلم كي يكون مسلماً لم يقل المسيح أنا الله في أي آية فماذا يقول في الآيات الأخرى؟ كان يقول فقط أنا رسول الله أرسلني إليكم وكان يشير إلى نفسه بالخادم المخلص لنقرأ بعض آيات الإنجيل في إنجيل يحنى 14-30 يقول لا أتكلم أيضاً معكم كثيراً لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء من هذا الحاكم الذي يشير إليه بي؟ من هو رئيس هذا العالم؟ ليس له سلطة علي ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل قوموا ننطلق منها هنا هنا الحاكم من هو رئيس هذا العالم؟ إنه يشير في الواقع إلى الروح القدس لقد تحققت من الترجمة من قبل تقول إن الحاكم هو الشيطان رئيس هذا العالم هو الشيطان هل تعلم ما حدث لاحقاً؟ لقد غيروا الشيطان إلى الروح القدس في الإصدار الأحدث ولماذا يقول يأتي إذا كان الروح القدس؟ ألم يكن هناك روح قدس في ذلك الوقت؟ إذا كان الشيطان فيجب أن يحذر الجميع لأنه شخص خطير سيأتي ما فهمته هو أن هناك رسول سيأتي رئيس هذا العالم إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول لكل البشرية يقول إنجيل يوحنى 16-8 ومتى جاء ذلك يبكي العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة فماذا سيفعل قائد العالم عندما يأتي؟ سوف يقنع العالم بأنهم في خطيئة لذا سيقول أخطأت وأنا في خطيئة فيحذرنا ومجددا لا يمكن أن يكون ذلك الروح القدس لأنه إذا حذرني في مرحلة ما سيكون عليه أن يتحدث ويخبرني بذلك إنك تقول أحيانا أشعر بالروح القدس وأحيانا لا أشعر وهذا لن يكون عادلا ليس نهجا معقولا لماذا؟ سيقول البعض لقد جاء إلي ويقول البعض الآخر لا كان وهما وسيقول آخرين لم يأتي إلينا لذا فإنه يشير في الواقع إلى رسول فهمت ما تقول رئيس العالم الذي ذكرته في الآيات التالية يمكنك أن تفهم أنه الشيطان لماذا يشير إلى الشيطان بأنه رئيس العالم؟ لقد ذكرت توا أنه الشيطان والروح القدس في نفس الوقت قبل هذه الآية يذكر قدوم روح القدس ثم الشيطان لقد وصلنا إلى الرقم 16 وهو يفسر الأمر بشكل أفضل الاقتناع بالروح القدس تجربة شخصية إذا كانت أمرا شخصيا إنها شخصية عندما يأتي الروح القدس يشعر به الجميع يحترق جسدك عندما تظهر الروح قد يطلق عليه البعض مرض أو جنون لكنه حقيقي يتحدث الرب إليك من خلال الروح تصبح يداك باردتين كالثلج ويبدأ الرب في التحدث إليك في إنجيل يحنى 16-13 وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ألا تشير كل تلك المعلومات إلى قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أراه هو آخر نبي تقول روح الحق وإذا نظرنا من هنا يمكننا البحث عن رسول جديد كل المعلومات تشير إلى صفات رسول فما رأيك؟ من هو روح الحق؟ الروح القدس يعرف أيضا بروح الحق تقول الآية إنه لن يتحدث بنفسه إذا أخبرتك أنه موجود وأنه جزء من الرب ولا يقول إلا ما يقول الرب ستجد ذلك صحيحا أليس كذلك؟ تقول الآية بل كل ما يسمع يتكلم به من الذي يسمع منه؟ من الآب من شخصية الآب لكن أليس لديه سلطة وحكم مستقلان؟ كيف يمكن أن يكون الرب في هذه الحالة؟ لديه شخصية مختلفة ويفعل أمور مختلفة تقول شخصية هل هذه الشخصية تستقبل الأوامر من شخصية أخرى؟ لا ينقل ما يأتي إليه على سبيل المثال في شركة يعملون فيها بشفافية تختار ممثلا لك وتقول له ستتحدث نيابة عنه وتمنحه وثيقة تفويض بذلك فكر بهذه الطريقة هذا منصب يتلقى الأوامر لأنه لا يقول إلا ما يسمع ولا يتحدث عن نفسه إذا لم يكن يتحدث من نفسه فهذا يثبت محدوديته ومن يكون محدودا ويعتمد على الأوامر لا يمكن أن يكون إلها في الإنجيل هناك جزئية أخرى أريد أن أسأل عنها في إنجيل متى من سبعة إلى عشرين خمسة عشر احترزوا من الأنبياء الكذبة أولئك الذين يأتون إليك في ثياب الحملان ولكن بالداخل هم ذئاب مفترسة من ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسكتين فكل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدا والشجرة الرديئة تصنع أثمارا ردية لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا ردية ولا شجرة ردية كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فإذا من ثمارهم تعرفونهم هل يخبرني الإنجيل كيف أفرق بين النبي الصادق والكاذب ماذا نفهم من ذلك؟ أن هناك رسل ستأتي بعضهم سيكون كاذبا وبعضهم صادقا وإذا كان المسيح صلى الله عليه وسلم آخر الرسل حقا لماذا يخبرنا بهذه الطريقة ويقدم لنا طريقة للتمييز بين الصدق والكذب لماذا لم يقل مثلا أنا آخر الرسل ولن يأتي أحد بعدي لا يوجد شيء مثل آخر النبي ويسوع المسيح ليس آخر الأنبياء النبوء لا تنتهي إنها مستمر إنها موجودة حتى اليوم إنها ممكنة للجميع إذا زعم أي شخص أن لديه كلمة من الله يمكنه أن يخبر الناس بذلك وبصرف النظر عن استخدام تلك الطريقة لا ندعي أن يسوع المسيح هو آخر الرسل وأن كل شيء له نهاية هناك نقطة معقدة واحدة فقط ذكر في الجزء الأخير من الإنجيل من الآن لن يأتي شيء بعده قد تتساءل هل هو آخر الرسول لكن لا يوجد آخر هنا ولا توجد نهاية فلماذا لا تفكر في ذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله لا يتطابق ماذا؟ الرسالة نفسها أولا نقطة تضحية المسيح غير صحيحة إنكم ترفضون فكرة أن يسوع المسيح ضحى بنفسه يقول إنجيل يحنى 35 أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني إذا كان المسيح صلى الله عليه وسلم إلها لماذا لا يمكنه فعل شيء من نفسه وهذا دليل آخر يجعلني أراه بشرا وأنه ليس إلها بلا شك المسيح له جسد بشري لقد كان إنسانا لديه رغبات واحتياجات مثل البشر وفي الجملة التي ذكرتها يقولون إنه لم يتكلم وفقا لرغباته الرغبات البشرية ليس لها مكان هنا بل يعني أن الرب هو الذي يتكلم في تلك اللحظة ولكن لا يوجد في النص ما يشير إلى ذلك إنه تفسيرك الخاص نعم لأنني أنظر إلى ما قل قبل ذلك يقول إنجيل يوحنى ثمانية ثمان وعشرون وتسع وعشرون فقال لهم يسوع لما رفعت ابن الإنسان عندها ستعرف أنني هو ولا أفعل شيئا بمفردي سوى تحدث بما علمني أبي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأنني دائما أفعل ما يرضيه لماذا المسيح صلى الله عليه وسلم يتصرف بطريقة تجعل الله الخالق راضيا سواء كان جزءا من الله أو كان هو الله لن يحتاج إلى إرضاء أحد في أي من الحالتين ينبغي أن يتصرف البشر بطريقة ترضي الله وإذا كان ذلك ينطبق عليه فلابد أنه بشر رسول أفهم ما تقول ولكن تتحدث من منظور بشري وعلى أي حال فما ذكر في الآيات منطقي عندما يقول أفعل ما يرضيه من طبيعي أن يقال ذلك لأن الإشارة هنا إلى الآب حسنا إذا كانت الإشارة هنا إلى الآب فأنا أقول إن المسيح بشر رسول لا يفعل إلا ما يؤمر به إنه يقول ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه فلماذا لا تؤمن أن المسيح صلى الله عليه وسلم رسول من الله إنها أسئلة منطقية لكنها صحيحة لا أنا أعرف الرب ولكنك تحتاج إلى النظر في الآيات السابقة لكي تفهم حتى إذا نظرت فالنتيجة لن تتغير يقول سفر أعمال الرسل ثلاثة ثلاثة عشر إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب لقد مجد إله آبائنا عبده يسوع الآية تقول خادم يسوع فكيف أشير إلى المسيح على أنه الله لما جاء في الآية أنه خادم وهناك الكثير من الآيات الشبيهة يقول سفر أعمال الرسل سبعة عشر واحد وثلاثون لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات من جديد يوصف هنا بأنه رجل بشر إن له وجودا بشريا لكن له طبيعة إلهية أيضا لا يمكنك افتراض ألوهية من أفعال البشرية لأن ألوهيته تأتي من أفعاله الإلهية مثل العفو عن الخطايا هذا هو الاختلاف الجانبين لا ينفصلان يقول البعض إنه مئة بالمئة بشر أو مئة بالمئة إله وهذا يعني مئتين في المئة هل هناك شيء كهذا؟ لا هذا غير منطقي إنه بشر وإله كيف يكون الله خادمه وسيده؟ هناك تناقضات وكما تريد الاستشهاد بالآيات السابقة على لسان موسى عليه الصلاة والسلام في تثنية 6 إلى 10 خمسة أنا الرب إلهك الذي أخرجك من مصر من أرض العبودية لا ينبغي أن يكون لديك آلهة أخرى قبلي مرة أخرى أرى أن هناك إلها واحدا يقول سفر التثنية 4 ستة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد والمقابل العربي لتلك العبارة لا إله إلا الله أي لا إله ولا معبود إلا الله إنه إله واحد فماذا يقول موسى عليه الصلاة والسلام اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وبرغم ما يقوله موسى صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الذي تقبله نبيا أنه لا إله إلا الله فكيف تؤمن بالثالوث وتعارض موسى صلى الله عليه وسلم نعم أخي إنه إله واحد يجب أن نعتبرهم قنوات اتصال الله أتفكير كأدوات يختارها الله لتحدث من خلالها مثل واتساب إذن فأنت تقول أنه تجسد في صورة بشرية نعم ومع ذلك يقول سفر العدد ثلاث وعشرون تسعة عشر ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي وفقا للآية فالله ليس بشرا لذا لا يكذب وأنت تزعم أن بإمكانه تجسد بصورة بشرية ألا يتعارض ذلك مع الآية؟ نعم لا الرب ليس بشرا أعني إنه ليس من ذرية آدم ذرية آدم خطاؤون ولهذا جاء بصورة بشر بلا أب ولكن أليس المسيح صلى الله عليه وسلم بشرا؟ إنه بشر ولكن الآية تقول ليس الله إنسانا أخي إنك تتحدث عن سفر العدد في العهد القديم ولكنك تؤمن به ولكن ما حدث كان بعد ذلك تجسد الله في صورة بشرية وظهرك طفل ولكن تعارض الآية مجددا لأنك تدعي أنك لاهما حقيقة تقول الآية ليس الله إنسانا فيكذب إذا قسمناها فهي تعني أن البشر يكذبون وأن الرب لا يكذب مثل البشر وبتالي فإن المسيح لا يكذب مثل البشر ولكنه بشر بشر بالتأكيد لم أفهم جيدا أتفهم ذلك؟ الأمر صعب ستحتاج إلى تقسيم الفكر إلى أجزاء على أي حال إنك تواصل الاعتقاد بأن الله بشر لا الآية تقول بوضوح الله ليس إنسانا يقول سفر هوشع 11-9 لا أجري حموى غضبي لا أعود أخرب أفرايم لأن الله لا إنسان القدوس مجددا يظهر الأمر بنفس طريقة لذا عندما أنظر إلى الآية القديمة والجديدة أصل دائما إلى نفس النقطة هناك ذكر دائم لإله واحد وأن هذا الإله ليس بشرا عندما أقرأ كلمات المسيح صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل قط أنا الرب بل إن البشر هم من ادعوا بعد ذلك أن المسيح هو الله أو ابن الله في الواقع لقد توصلوا إلى فكرة جديدة عندما أنظروا إلى الآيات التي تتحدث إلى وصول النبي الخاتم فإن كل الآيات تشير إلى نبينا صلى الله عليه وسلم باختصار عندما أدرس الإنجيل أجد دليلا قاطعا على صحة الإسلام لا يوجد شيء من هذا القبيل لا أرى الأمر بهذه طريقة لا توجد مثل تلك الرسائل لم يقتصر الأمر على مثال واحد لقد تحدثنا لفترة طويلة ربما أكثر من عشر دقائق ويمكننا الاستمرار فقد قمت بالكثير من البحث يمكننا العثور على العديد من الأجزاء التي تؤكد صحة الإسلام حتى أن العالم حسين الجسر وجد مائة وأربعة عشر إشارة إلى الإسلام مائة وأربعة عشر كلها مسجلة في هذا الكتاب ويمكنني أن أرى من مئات الأمثلة أن هناك دين خاتم وحق وأن هناك رسول سيأتي لذا سننطلق من هذه النقطة ربما تفكر الآن بشكل مختلف على الأقل هل ستتعمق في البحث بشكل أكبر وتبدأ بطرح الأسئلة؟ أنا أقرأ دائما ولكنني كنت مشغولا مؤخرا بالعمل لم أكن مستعدا لكنني أحب التحدث إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك طرح أسئلتك حول الإسلام والحديث لدينا مجموعة مستعدة ولكن الفكرة الأساسية التي أريد التأكيد عليها أننا كمسلمين نحب ونؤمن بالمسيح عليه الصلاة والسلام لأنه رسول من الله ونؤمن أيضا بالإنجيل الأصلي والرسل السابقين ولكن ما الفارق؟ الفارق أننا نؤمن بإله واحد ونرفض تثليث ونؤمن أيضا بأن الرسول الخاتم جاء برسالة الحق إذا أرتم وصلت البحث ستجدنا مستعدين للتحدث عن الإسلام شكرا أعتقد أن الاختلاف في المفاهيم الأساسية لكننا سنتحدث مجددا لا مشكلة في ذلك سررت بتعرف عليك انتبه لنفسك